أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الحمدى عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء متجدد يشرف الإنسان به أنا يشرفني شخصيا أن أكون بينكم في هذا الموعد من كل يوم على هذه القناة التي نحبها جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا حول هذه الحلقات أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل أحبتي في الله أنعم الله على البشرية بأن يعني رزق العقل البشري إبداعا ما رزق به العقل البشري في بداية التاريخ هذا التطور هذه التقنية هذه التكنولوجيا العجيبة التي تتطور كل يوم اكتشفت لنا أمور قربت الناس بعضهم من بعض أصبح الغرب الآن بعد اكتشاف واحتراع المحمول والمتحرك هذا أو الجوال أصبح العالم أكثر تقاربا فتصل رحمك الذي يعيش في استراليا أو في أمريكا أو في المغرب العربي أو في شمال القارة أو في جنوب الأرض في لحظات تكلم وتجد معك أو على هذه الشبكة العنقودية التي جمعت العالم وجعلته قرية صغيرة لكن الغرب اتخذ هذه الوسائل حديثة وسيلة تقدم نحن اتخذناه إما أن نرسل لبعض ما نهدد به بعضنا البعض والسؤال الآن هل التطلق على المحمول جائز يا سيدنا الشيخ ولا غير جائز لا إله إلا يعني أولا مشقت المحمول تطلق سبحانه يعني تتزوجت المحمول وطلقت أم محمود يعني هذا كلام يعني كلام غير منطقك فأنا أريد أن أقول من الواجب أن هذه الشياء كانت تقربنا إلى الله عز وجل لكن في نقطة رجل الأعمال رجل معذور عنده أعمال في شمال البلاد وفي غرب البلاد وداخل الدولة وغرض الدولة لما يكون معه محمول أمر طبيعي ولما تجده مشغول أحيانا بالمكالمات منه وإليه أمر طبيعي يبرم صفقات يتفق اتفاقات يتفق على وصول البضاعة ووصول التجارة والأشياء بهذا المنطق هذا رجل معذور لما يكون رجل رئيس مؤسسة يريد أن يطمئن على الإدارات العليا عندما تتصل به لأنه رجل مهم في الدولة ويجعل منصب الحساسا لما تجد يتكلم شي طيب لكن الأغرب من الخيال أن تجد فقيرا لا يجد قوت يومه أو بنت مسكينة لا تجد يعني ما يسترها تذهب وتشتري أحدث ما أنتجته قريحة الغرب من هذا المحمول مش عارف اللولو ثلاث كاميرات ولولو خمس كاميرات ولولو كاميرا يتكلم بالنياب عنك ولولو مش عارف فأشياء سبحان الله العظيم أمور أغرب من الخيال فحقيقة الأمر من الأشياء العجيبة أن تجد بنتا فقيرة أو ولدا شابا فقيرا لم يعمل بعد وهو كل على أبيه وأمه يأخذ مصروفه منهم تجد في يده أحدث ما يعني أنتج في هذه المصانع يمسك بيدي هذا المحمول ومصيبة ما يسمى بالبلوتوث هذا الذي تتناقل الأرقام وصور التي حرم الله يعني أن يراها غير المحارم تتناقل على هذه الشبكة وربما تترتب عليها يعني أمور خطيرة في هدك أسطار العائلات والتغرير من الفتيات الغريرات يعني كارثة أغرب من الخيال ثم الأغرب من هذا أن من الواجب يعني ما أرى أبدا في أي مكان في الغرب بعد الساعة السادسة أو السابعة مثلا واحد ماشي يتكلم في المحمول أبدا إذا رأيت في أوروبا وفي أمريكا رجلا يتكلم أو امرأة في المحمول بعد الثامنة بالليل تكتشف أنه عربي هذا دا الكلام يبدو إحنا تحولنا إلى أمة مكلمة كل واحد فينا مكلمة متحركة وهناك يعملونه نحن الله أحد السفراء العرب قابلني في ألمانيا وقال عندما وصلت إلى ألمانيا دخل ولدي الصغير الصف الرابع الاتدائي فذهبت المدرسة رحلة من ألمانيا إلى النمسا نمسا فقال السفير يعني حقيقة السفير المصري قال لي أن الولد لما ذهب إلى النمسا وجد الطلبة في النمسا يتكلمون للألمانية فالولد كان يظن أن النمسا لها لغة تسمى نمساوية الحلقة يتكلمون ألمانية فتعجب الولد المصري وقال للنمساوي أنتوا تتكلمون ألمانية قال له نعم فداعب المصري بطبيعة الدعابة المصرية الولد زميل الألماني وقال له أنت يا مايكل أنت في ألمانيا ماذا تتكلمون أي لغة تتكلمون رد الولد الألماني الذي عنده عشر سنوات قال نحن في ألمانيا لا نتكلم نحن نعمل فقط أنا لا تعليق لا تعليق هذا الذي يعمل فقط الولد عنده عشر سنوات ويهم بمسألة العمل فالكارثة هل تسمع بناتنا هذا الكلام وهل يسمع أبناؤنا هذا الكلام سبحان الله يعني هل نحن نأمل في أن نستخرج مرة أخرى سلالة فاطمة الزهراء وسلالة سكينة بنت الحسين وهل نستخرج سلالة خديجة أم المؤمنين ونستخرج سلالة النسيبة بنت كعب ونستخرج سلالة النائلة بنت الفرافزة زوجة عثمان وبنت حرام أم ملحان رضي الله عنها أم حرام بنت ملحان التي دفنت في القبرص والإلى الآن يسمى قبر المرأة الصالح التي ذهبت مع الجيش المسلم ووقصتها دبتها وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن ترزق الشهادة بالله عليكم يعني متى نعيد هذا التاريخ الجميل كيف بأن نتوقف وأن نرى أن الغرب لا يؤثر علينا هذا التأثير الكبير هل الغرب ضربنا على أيدينا وقال لنا لابد أن تشتري هذا المحمول لولدك لابد أن تقتني ابنتك هذا المحمول والله أبدا بالعكس بالعكس هو زي بالضبط إيه كمثل الشيطان قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عافبتهما أنهما في النار خالدين فيها إذن القضية هو لم يأتي للغرب ويجبرنا بالسلاح أن نتملك محمولا في كل شهرين كل عام يغير الولد محموله اثنين وثلاثة من مال أبيه الذي هو كل عليه ولا ينتج بالله عليكم هذه أخطار المحمول والله أحكي لكم طرفة عجيبة حدثت في إحدى القرى المصرية تحتفل الآن مصر بالمرور ستين سنة على إنشاء إرسال البث التلفزيوني في تلفزيون القاهرة في المصر في سنة واحد ستين كان لسة تلفزيون قليل فكان القرية فيها يعني تلفزيون أو اثنين لأن أغلبها لم يكن هناك تهرباء والسد العالي والشغلان فاللي حصل الإمام في المسجد يوم الجمعة يخطب يقول أيها الناس لا تضحك عليك ابنتك وتقول لك إنني خارجة لأنني أريد أن أشاهد المسلسل عند جيراننا إنما هي ذاهبة لمقابلة الحبيب فإذا بالمسجد كله صلى الله عليه وسلم لأن القروي والريف العربي بطبيعة لا حبيب عنده إلا رسول الله في حبيب تاني في حبيب غيره فالفترة أنا أذكر في بداية الستينات لما تنزل التلفزيون عندنا في الصعيد وكان الأقارب يأتون لزيارتنا فكان أبيض وأسود الآن الخيبة بقيت ملونة لكن أول كان أبيض وأسود فكان بعد النشرة نشرة الساعة تسعة بالليل دي تأتي فقرة رياضية فكان الفقرة رياضية يجيبوا فيها لعبات التنس فأول ما تظهر اللي عبات التنس أو بتوع العدف فهي مكشوفة فكان أقاربنا في الصعيد يضع الرجل الكبير في السن خمسين وستين وسبعين سنة يعني شاله أو الحدر المتاع على واتشه ويقول يا ولدي الشياطين انتهوا الشياطين مشوا يستحق الرجل أن يرى هذه الصور أمامه وكانت أبيض وأسود والبما الشاشة مش واضحة ولا بين الوقت تجابك البعد الثلاثي والبعد الخمس وتقريبا هيخرجوا للممثلين يقعدوا معنا في الصعر ويلمسونا ويمسكونا من أذن والله إلى أين نحن ذاهبون لابد مشكلة كبيرة فأحنا أنا أريد وأنا أقول لابد يعني هذه حقاق فيها دعابة ودعابة مؤلمة أصلا لأن الفرق ما بين ستين سنة فقط يعني جيل لسه مش جيل على بعضه يعني حتى الجيل ربما ياخذ نين سنة لكن جيل يتغير إلى هذا الرجل يستحي أن ينظر والآن البنت لا تستحي سبحانه الله العظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض أحد الناس لأن يتزوج ابنته وكان يجلسها خلف الستارة ويقول إن فلانا يذكر فلانا لكن كان الأب كان يقدر يواجه بنته أو يعني يستحب بنته أن تسمع سرتي الزواج من أبيها طبعا تقول لأستاذ العادات بالية يا عم يريد كنا خلينا في العادات البالية يريد يا سيدي كنا تمسكنا بهذه العادات سبحانه الله العظيم أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق هو مسلم يتق الله رب العالمنا في المال أنا أنصح وأهمس في أذن بناتي وأبنائي ليس في العراق فقط في كل عالمنا العرب والإسلام اتقوا الله في أموال آبائكم وأمهاتهم وأنتم أيها الشباب وأنتم أيها الرجال وأيتها النساء لا داعي لأن يستنفذ المحلول المحمول هذا كل ما في جيوبكم لأننا سوف نحاسب عن المال من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه نسأل الله السلامة لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته